تأهبت سعودية قبل بدء مناسك الحج اليوم بإجراءات أمنية مشددة وفتاوى دينية حتى ما تشهد للمراسم أي شعارات أو مظاهر متضامنة مع فلسطين إيادة المملكة عند تجارب بأعمال قمع دموية ضد هالنوع من الشعارات قرار المملكة واضح أي شعار ممكن يلمح اللي عم بيصير بفلسطين هو بخطاب سياسي ممنوع خلال الحج لذلك الحج هو للعبادة وليس لأي شعارات سياسية وهذه ما تعمل عليه قيادة المملكة حفظه الله ولتحسين هالقرار استعانت إيادة المملكة بفتاوى رجال الدين اللي بيدوروا بفلكة ورفع الشعارات السياسية وغيرها ما الحكم في ذلك؟ هذا من أمور الجاهلية منع الشعارات السياسية بالحاج ما بيتناسب مع محطات سابقة محطات كان يستير فيها إطلاق شعارات ودعوات مؤيدة للإيادة السعودية من داخل الحرم المكة وخلال أحياء المراسم الدينية عهده محمد بن سلمان يا ذا الجلال والإكرام لفرد قرار المنع حضرت السعودية أكبر استنفار أمني ممكن قبل وصول الحجيش وحرست على استعراض هالتحضيرات إعلاميا بمشاهد أقرب للتجيش والعسكرة حيشوف الحجيش لأول مرة بتاريخ مراسم الحاج بعض أنواع الأسلحة ووحدات الجيش جزء أساسي من العسكرة والمظاهر الأمنية إجا تحت ستار الحملات لمكافحة الحج من دون تصريح رسمي لتم تشديدة لأقصى مستوى بتاريخ المملكة بالواقع قال السعود عندهم تجارب بمكافحة المظاهر السياسية اللي ما بتنسبن بالحج ولو بوسائل دموية بال1987 منقتل أكتر من 400 حج من جنسيات مختلفة أغلبهم من الإيرانيين والشيعة بعد مواجهة خوى الأمن السعودية مسيرة حمل شعارات مناهضة لإسرائيل وأمريكا